وصلت مدرية الصحة بمحافظة المينيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوت خلال يومي 17 و 18 من أغسطس الجاري تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين أصفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1795 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات من جانبه أوضح منصق القوافل الطبية بمدرية الصحة بالمينيا محمود خليفة الحسن أوضح أن القافلة شملت مختلف التخصصات بالإضافة إلى عمل لندوات تثقيف صحي لـ 118 شخصا وتم استخدام سبعيادات متنقلة